هذا كل شعب حر تقدر على راسه وحقوقه كن بالليل الخير في المغرب كن نضم المغرب ما بينش ليل الخير ما ينضمش والجزائر اللي كدعمه الجزائر حينت حدث الدستور أنها تدافع على حقوق الشعوب في تقرير ما صار شيء ما عندنا نحن في المغرب في الدستور دينا الدستور المغربي ما تقول هذا شيء الدستور دينا مش شعبي الدستور دينا عيان حتكون كنا دولة تحتاري منفسها كنت احنا زنار كنا كنا الشعب المغربي سيوقف مع ج Berlin الشعب التي تريد تقرير ما صار ديمكنها احنا عيانين مع جمالي المارت نريد ان يستطيع مرادا مستطيع السنة سيوقفة مع شعب المغربي وكان واقفين جنوب إفريقيا لا تنسوش أن الشعب الجزائري وكان واقف مع الجنوب إفريقية فهاذا كان كان الجنوب إفريقيا aggressive لكنه تقدر ح achieving حسن العنبي لأن هذا النوب بل من نوب يخسر الفلوس على الشعر الصحراوي لكي يوصل التقرير المصير يقرر راسه براسه وهذا ما يقول لك إحنا الجزائر وهذا يجب أن تتعرف بعدها أنه يتصابق في الجيش المغربي وكان هو الضباط للجيش المغربي ما نمز التحرب بين المغرب والجزائر؟ المغربة غياكلوا العصار غياكلوا العصار نحن نعرف هذا لم يبقى في سلاحه هو أصلا بعد الكفة السلاح والعدد الجزائر متفوق علينا هذه الجزائر متفوق علينا ثانيا لأنه لا يمكن أن يكون شخص متفوق عليك في السلاح إذا عندك العامل البشري مجهد ومتكون ونفسيا مستعد تستطيع أن تربح معناويات الجيش المغربي تحت الصفر تحت الصفر لا نكذبه على رأسنا معناويات الجيش المغربي تحت الصفر في الحين أن معناويات الجندي الجزائري مرتفعة كثيرا أنا كنت أحمد الله أنهم لم يدخلوا في حرب لأن الجيوش بناتهم ستعرفوا هذا الشيء ولكن لا ضرر الله كونوا متقلين أن الجيش الجزائري ستتحنم لأن الجندي الجزائري ستتخلص جيدا وكل جيدا مداوي كل والجيش المغربي سنعرفوا ما هو واقع يمكن المدنيين غابر عليهم هذا الشيء والجندي المغربي رأس باطن تقوم والسروائل تقوم وكيوصلوا له الماكلة حيث خامجة ورأكم شتوهم في الربط يفرشون كارتون لم يكن صعبا إذا سيتم محلك بحديل المرتقول 160 ريال يجب بيسار يجب المعداويات وكيوصل في نجل الحرب وجنود المغاربة سأستسلمون الجنود الجزائرين سأستسلمون ألو أن دعب كانت 500.000 أو 800.000 مغربي المغاربة متتاح ولو أن كانت جزائري لم يكن مغاربة يمكن الى تلك سوف نجمع فلوس وشاركة هؤلاء كان عادت مجوز مغربية وصفية بسحدة هؤلاء سوف نجمع فلوس ووضع لا يوجد مقاعدة في حال المغرب شارك الجزائر مكحت لذلك من الان يتسارك فلوس الان يتسارك فلوس و يتسارك مغاربة في الجزائر و يتسارك محمد السادس و تجربه و تصديق الجزائر عيانة والجزائر إليش تدوك يطحنوك ضربك السلك ولا العلم أنت تكذب إليش تدوك يطحنوك ولكن الحمد الله لهم ما قدش ندخلوا في حرب مع الجزائر لأنه ما كانش علاش هم خوتنا الجزائريين خوتنا وهذا الشركة يدير محمد السادس والنظام دياله ليفتي عال ويبدأ يعير الناس بالبراش ديال المتظاهرين السحراويين وكادا وليستيف وزايز ولا نعرف كراجة الخرج ليهم ولا نعرف كراجة المليجا وكيتتظاهرون لماذا صورتي هذا التليفون تصور فيهم؟ هذا ما صورتي النظام الذي يظهره قدام الحيط العساكرية لم تصبح الحنج والذين الذين تصوروا فيهم هذا هو أكبر ما قدرت يتوصل عليه واحد قلص في الرباط أو خريب قولة ما نعرف قلص في الفيديو يقول لك سوف نتحنوهم سوف نتحنوهم سوف نتحنوهم سوف نتحنوهم سوف ندخل العسكر وقف الصحراء انا ما نعرف؟ لن نتحنوهم للقناة نتحن نتحن ونصبح الناس حيث سوف نتحنوهم ونعرف كراجة لن نتحنوهم تأتيج السلاح ونصبح الناس ونصبح الناس ونصبح الناس والسلحة لن تصبح البول يجب أن تشرب البول لأنه لا يوجد البول ستجعله في قرعة ستجعله في قرعة ستجعله في قناة وبدأت بلبل وبدأت تشحن في عباد الله لأن هذه المرتزقة هي سبب الهلك للمغربة هذه هي قناوات بين مزاوجاتين صحفية ويغمقوا عليكم نقطة الثالثة هي أن النايضام وصل صافي ولكن في الشعب المغربي وصل القمة أو وصل المستوى عالي لدرجة أن النايضام يريد أن يرهيكم كما يرهيكم 1.35 أمهيريز هذا أمهيريز هذا المعبر نقطة الثالثة لأن النايضام يريد أن يرهي ميناء حقا لأن الشعب الصحراوي يغلقون المعبر لأن النايضام المغربي كان يريد أن يرهي ميناء في مهيريز لكن يريد أن يرهي السلعة يريد أن يرهي ويركبها في البطوة ويخرجها ويديها ويردها موريطانيا لا أعرف لأن الطرف ذلك موريطانيا ليس للمغرب وموريطانيا سلمته السلطة الإدارية سلمته لبوليزاريو لا سلمته للمغرب يعني حتى المغرب لا يستطيع تهضر بطه لأنها لا أستطيع التحديد المغرب لا يستطيع حتى أجل النايضام المغرب بالأجل رفع المعنويات مغربة لأن المستوى لا يتصور بارك عليكم بالكتب والوهم والغمق أجل فارد فارد 1.5 في 1.5% على الأجارة والموظفة التي يكون الدكتر من 10 ألف درم و ما هي 10 ألف درم؟ أنا أمكن أن أظهر مشاكل على أن يكون الدقل من 10 ألف درم الله يكون في العواد الذي يكون الدقل من 10 ألف درم أما لا تستطيع... يعني... يالله جيم قادب يجب أن تقرر أولاد قرايا مزيانة وتلبسون الباس مزيانة وتصيف طميد ووزع وطال مزيانين لا قد قد سوف يضربك ب 1.5% و ما هذا الفلوس الذي سيجمع هو؟ تقريبا تقريبا والاهم 10% و في عام ارا تقريبا نفس الفلوس لا تقوير من في باريس أما مزيانكم من فلوسكم من فلوسكم ثم لا يستطيع العنوان و يُضربوا العالي و مجلد عمركم 900 مليون في النهار امان مبني مهندس مطبب فالشين يقوم بمالك البقري فالشين يقوم بمالك بمكان يستطيع فليسقط هذا الملك وهذا النظام الدكتاتوري الإجرامي الفاشل الفاسد المفسد الجبان الخائن الذي يرأسه ملك عميل ومهرب للمال العام للخارج والمدعوم محمد السادس واليحيى الشعب المغربي يحرى الأبي ينشأ من شاء وكاره من كاره وأنا قلت لكم قسما بالله ودرتوا التطور وخرج هرب البرة يتأنار ضول لكم أنا مصطفى قادم نشبدو نردوا لكم للمغرب وتحاكموا محاكمة شعبية أو إلى خير